الكرام وللحديث أكثر ينضم معنا مباشرة من بغداد أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت الدكتور غالب الدعم بداية أن نرحب بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني عقب اجتماع قادة الإطار في الحنانة علق الصدر بحكومة أغلبية لا شرقية ولا غربية ألا تشير تغريدة الصدر بأنه لا توافق في تشكيل الحكومة المقبلة تفضل شكرا جزيلا واضح جدا حتى في بيان نشر على مواقع التعار الصدري قالوا أن السيد مقتل الصدر استقبل وفد الفتح والحشد ولم يقل الإطار التنسيقي بمعنى أنه ينظر إلى الوفد على أنه يمثل مجموعة جهة كتلة فعالية تنتمي للإطار وتعامل معها بهذا العنوان ولحظة خروج أعضاء الوفد كتب بالخط الأحمر بمعنى أنه يرفض التوافقية ويرفض ما جاء به وحتى في ملاحظتنا للبيانات التي صدرت من الجهات التي جاءت كوفد للحنانة هناك قالوا سنستمر بالتفاوض لاحقا في زيارات أخرى للحنانة بمعنى أن الاجتماع لم يأتي كما أراد الوفد الوفد جاء بصيغة نريد حكومة توافقية يكون السيد مقتل الصدر له الريادة في اختيار رئيس الوزراء هكذا كانت الرسالة التي حملها الإطار التنسيقي أو الفتح كما بكر في بيانات أو في مواقع الصحفية الإعلامية للتار الصدري لكن السيد الصدر لم يوافق على هذا المقترح وأكد على أن حكومة أغلبية قد يذهب باتجاه قسم من الإطار معه طيب دكتور عدم صدور بيان موحد عن الاجتماع هل يدل على أن الاجتماع لم يحل أي من الملفات العالقة بين الصدر وقادة الإطار أو ربما هذه الاجتماعات تعمق الأزمة أكثر مما هي موجودة هي لا تعمق الأزمة أبدا ولكن تجعل الأزمة أو تجعل نقاط الخلاف أكثر وضوحا أمام الملأ وأمام الطرفين طيب اليوم في ذهاب الإطار للتيار الصدري ومقابلتهم للسيد مقتد الصدور كان واضح أنهم يحملون رسالة التوافق لكنه لم يوافق على رسالتهم وأصر على الحكومة الأغلبية السيد مقتد الصدور يبحث عن حكومة أغلبية بمعنى أن يذهب هو وربما جزء من الإطار مع السنة مع الكرد ونحن نعرف جيدا الآن بعدما اتضح السنة ماذا يريدون السنة يقولون سنلتحق بالكتلة البرلمانية التي تشكل في الجلسة الأولى الشيعية التي تمثل أعلى الأصوات أيا كانت لأنهم يريدون أن ينؤوا بنفسهم عن صراعات طرفي النزاع في الجانب الشيعي لذلك الآن واضح جدا وأنا أقولها بصراحة لو أن الإطار التنسيقي يملك ويعرف جيدا أنه يملك الأغلبية في البيت الشيعي لما ذهب للحنانة ولما تفاوض معه إلا كانت التعامل مع التيار بالتغريدات تعال معنا وهذه حصتك وهذا حقوقك لنا أو لا تريد اذهب حيث ما تشاء للمعارضة كما ترغب الإطار التنسيقي يتعامل بفوقية كما أهدناها في السابق ليس جميعا بعض جاء الإطار التنسيقي على الرغم من تأكيدنا أيضا الإطار التنسيقي لا يتمنى أن صار له الأمر أن يذهب وحيدا دون مرافقة التيار الصدري له طيب يعني إصرار الصدر على حكومة أغلبية وليس التوافقية يعني هل تعتقد أن الصدر يريد مشاركة أجزاء محددة من الإطار ضمن الحكومة الجديدة وليس مشاركة كل البيت السياسي الشيعي يعني هل هناك يعني إشارة إلى إقصاء جهة معينة هو مبدئيا هناك حدود 35 إلى 40 صوت مستقل نائب مستقل كنائب مستقل لن يشارك في الحكومة هذه المجموعة الأولى المجموعة الثانية ضمن الإطار التنسيقي الفتح أعلن صراحة لن يذهب مع جهة وقد يلحقه السيد حيدر العبادي ضمن تحالف الدولة وقوات الدولة لهم خمسة مقاعد هذا أيضا يضعف موقف الإطار من حيث عدد الأصوات التي يحصل عليها بعض المستقلين الذين ينظرون إلى أي كفة ميل من كفتي الميزان إلى أي جهة ميل سيذهبوا معه الآن يبدو أن الكفة بدأت تميل للتيار الصدري وواضح 75 مقعد له الآن الطرف الآخر لا يملك هذه الأعداد وهنا إذن التيار الصدري يرغب وتحديدا أنه يتمنى أن يكون الفتح معه وبكل تفاصيلة حتى مع العصائب يعني السيد المقتل الصدر هكذا يريد ولو انضم إليه الفتح كاملا نعم أكيد سيمضي بتشكيل حكومة أغلبية وتحقق الأهداف التي يريدوها طيب دكتور يعني الأطراف السياسية اللي يعنت عدم اشتراكه في الحكومة المقبلة يعني شنو إمكانية صمودة تحت الإغراءات أمنها يعني جادة بالأساس بعدم المشاركة لا لا توجد كتلة سياسية ترغب بعدم المشاركة حتى نكون واضحين لأن نعرف جيدا والكتلة اللي أعلنت مثلا من ضمنها التيار الحكمة على سبيل الافتراض التيار الحكمة هو أصلا قوته الآن كتنافس انتخابي شبه معدومة ثلاث أعضاء لديه فقط لكن أنا أتكلم لك على الجهات الأخرى التي وجودها من وجودها بالسلطة ومنافعها هذه لا تريد انصراف من السلطة ستضحي وستترك الزواج الكاثوليكي كما سمعنا وتذهب باتجاه التعدد تعدد الزوجات بمعنى المصالح هي التي ستكون الحاكمة في هذا المفصل لأنسمة الحزاب السياسية في العراق وخلال مراقبتنا لها من 2005 لغاية اليوم من تاريخ الانتخابات الأولى طيب طيب هنا راح تكون مشابهة للتوافقية دكتور يعني نعم إذا اشتاء هذه نحن نقول هذه رغبات وليس حقيقة حينما تكون هذه رغبات الأحزاب ولكن واقع قد لا يؤدي إلى أن تكون توافقية باشتراك الجميع اليوم يعني أنا أقول لك بصراحة لو أن التيار الصدري كان يحصل على 85 صوت فقط لن يفكر بالإتلاف مع أي جهة أخرى إلا بأغلبية حكومية أغلبية وطنية وهو بالواقع الناس الآن على كل المكونات شيعة سنة كرد يعني يرغبون أن تكون حكومة أغلبية حتى هناك جهة واحدة تتحمل المسؤولية إذا فشلت فاليوم إذا أنيطت الحكومة لدى التيار الصدري ويفشل هنا سيكون عقوبته صارمة الشعب سيعاقبه أكيد كما عاقب هذا الجهة التي خسرت لذلك نحن نطمح أن تكون أغلبية وليست توافقية السؤال أخير دكتور لو سمحت يعني في ظل التركة الثقيلة من سلف الحكومات السابقة يعني ما الحكومة المرجوة القادرة على تغيير يعني نقول نسبة الربع من المشاكل وليس كلها لتأسيس مرحلة نحو الاتجاه الصحيح أنا على يقين أن الحكومة إذا جاءت مدركة لمشكلات الناس وتضعها كملفات وليس كطموحات وتنافسة بين اللجانة الاقتصادية ستكون الأربع سنوات المقبلة كفيلة بحل كل مشكلات العرام هذه مصر في سنتين حلت مشكلة الكهرباء في سنتين حلت مشكلة النقل في مصر الآن نحن كل مشكلة من مشكلاتنا اللي متعلقة بالسكن والنقل السكن مجاني المواطن يدفع الثمن يدفع الثمن الوحدات السكنية لكن لا أعرف لماذا الحكومة غافلة عن هذا الموضوع وأراضي العراق واسعة وشاسعة خمسة بالمئة تستغل من الأراضي العراقية كسكن والباقي صحراء إذن أي حكومة تفكر بمنطق واسع وبرؤية بعيدة استراتيجية ستحل كل مشكلات العراق أو إنها إذا لم تفعل ذلك فإنها أيضا ستفشل فشلا ذريعا وسيعاقبها الجمهور أيضا في الانتخابات المقبلة نعم الدكتور غالب الدعمي أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا